اعتبر الإطار التنسيقي في العراق بأن استمرار موصفه بالنهج الإقصائي سيدفع الكينات التي حصلت على أكثرية الأصوات إلى الذهاب مجتمعة إلى المعارضة أو البقاطعة وقد دعا الإطار التنسيقي للاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي وقال أيضا أنه ليس ضد مبدأ الأغلبية الوطنية ولكن هذه الأكثرية لا يجوز لها أن تكون على حساب مكون واحد وفق البيان لمناقشة هذا الموقف داخل البيت الشيعي بالتحديد في العراق معنا من بغداد مدير مركز بغداد للدراسات الاستاتيجية مناف الموسوي والكاتب والباحث السياسي ينضم إلينا أيضا من بغداد والاركابي أهلا بكما أبدأ معك سيد مناف الموسوي هناك حراك طويل يقوم بها الإطار التنسيقي من أجل التفاوض حول حصته مجتمعة يعني كل الأحزاب المنضوية تحته في هذه الحكومة برأيك هل مازال هناك ما هامش لتفاوض معه أم أن كلمة الصدر كانت نهائية فيما يتعلق عدم مشاركة دولة القانون سيد فضيلة في البدنان يحييك أهلا وسلم وجميع متابعين ومشاهدي أهلا وسلم يعني اليوم التار صدري يقدم مشروع عن تغييرية تضمن المشروع عملية التحول من حكومات التوافقية المحاصصاتية والتي كانت سببا في أزمة الثقة نتيجة الإدارات الغير ناجحة في الدورات السابقة ونتيجة الإشكاليات الكبيرة خصوصا في محافظات الوسط والجنوب وبالتالي اليوم هذا المشروع الذي يقدمه التار الصدري يتوافق كثيرا مع مطالبات المتظاهرين مع مطالبات القواعي الشعبية وأيضا يتوافق مع التوجهات المرجعية بالتالي تعريف الأغلبية الوطنية هي جزء من كل لا يمكن اليوم أن نتحدث عن مشروع أغلبية وطنية مع وجود الكل التار الصدري كان واضحا أن أبوابه ما زالت مفتوحة للذين ما زال يظن بهم أنهم من الممكن أن يكونوا متوافقين في الرؤية مع برنامجه التحالف الذي قدمه التار الصدري أو زعم التار الصدري سيد محتدى صدر والذي تضمن آليات بناء الدولة الحديثة متمثلا بعملية حصر السلاح بيد الدولة عادة هيبة الدولة، فرض القانون، تقديم الفاسدين إلى القضاء وبالتالي بقية الآليات التي تم وضعها والتي تحدث عنها السيد صدر يوم أمس إذن بالنتيجة اليوم أعتقد أن الإطار وخصوصا بعد انتهاء الجلسة الأولى وانتخاب الرئيس البرلمان ونائبي اليوم أصبح الوضع واضحا بأن الجميع يتجهنا على تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية من يريد أن يشترك بهذه الحكومة اليوم عليه أن يتوافق في الرؤية في تنفيذ البرنامج التحالف والبرنامج الحكومي وبالتالي يكون مساهمة فاعلة وحقيقية في مشروع الإصراح الذي يتقدم به الزعيم التار الصدري السيد مقتدى الصدر والركابي استمعت إلى ما قاله السيد المسوي لماذا برأيك يعتبر الإطار التنسيقي هذا الأمر إقصائيا في الوقت؟ استمعت إلى وجهة نظر المسوي بأن العراق لا يمكن أن يستمر بهذه النوعية من الحكومات وهي حكومات تضم جميع الأحزاب وتكون توافقية بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك سيد فضيلة وللأخ العزيز سيد مناف ولجمهوركم ومشاهديكم الكرام حقيقة هل بالإمكان أن يتم إقصاء أو يفرض على الطرف الكردي بجزء من أحزابه أن لا تشترك في الحكومة؟ هل أيضا يفرض على الأخوة السنة جزء منهم على أن لا يشتركوا في الحكومة؟ فبالتالي إذا كان هذا الأمر يفرض على الأخوة الكردي والسنة من الممكن أن يطرح ويفرض على الشيعة رغم أننا نعتقد أنه موضوعة الاختيار الحكومة يعني الاشتراك في الحكومة أو المعارضة هي قضية اختيارية وليست إجبارية من يريد أن يتبنى المعارضة فهو حر في أن يذهب إلى المعارضة ولكن على أن تحدد الجهات التي تقف بالمعارضة وتحدد أعدادها إذن يعني بمعنى أننا أمام حالة لا يمكن أن نستفاد من هذه المعارضة مستقبلا كعملية تقويمية إلى أداء الحكومة ومراقبتها حكمت يا سيد الكابي بأن المعارضة ليمكن استفادة منها لأنه العدد الذي حصل فيه التصويت في الجلسة الأولى على الأغلبية الكبيرة بعيدا عن وجود الإطار التنسيقي كجهة مصوتة داخل البرلمان يعني بمعنى أن هذه الأطراف لا تستطيع المعارضة أن تقف أمام هذا العدد إذا ما أرادت أن تعترض أو أرادت أن تستجوب أو أرادت أن توقف قرار فبالتالي هذا التحالف الثلاثي من الممكن أن يمضي كل القوانين وكل القرارات وبالتالي تصبح القضية وكأنها قضية إقصاء طرف دون غيره ويا حب ذا أن نعرف سبب الإقصاء يعني نتمنى أن يكون سبب الإقصاء منطقيا حتى لربما حتى أتباع هذا الطرف الذي يراد له الإقصاء يعني لغاية اللحظة يا سيد واء الركابي سيد واء ما وصفته بالإقصاء لا تعرف أسبابه لغاية اللحظة يعني ما وصفته بالإقصاء يعني هم يقولون بسبب الفساد الذي ارتكبته دولة القانون وحياتك مع خلينا نسمع وجهة نظر سيد مناف الموثوي لماذا يقصى هذا الطرف لا 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 تجد أسباب واضحة كما يقول لغاية اللحظة لإقصاء دولة القانون هل يمكن أن توضح له ولمن يتابعنا الأسباب الحقيقية وراء عدم رغبة الصدر في ضم دولة القانون مع الإطار التنسيقي تشكيل هذه الحكومة سيد فضيلة والله لو الوقت ووقت البرنامج يسمع نتحدث لكي بكل حرية وطلاقة لكن نتحدث تتحدث بحرية أكيد ما إلها علاقة بالوقت تحدث بكل حرية لخصنا الأسباب نتحدث نحتاج إلى أكثر من حلقة حتى نتحدث واضحة واضحة الأسباب اليوم الأسباب أن دولة القانون أو حزب الدعوة بالذات أنا لا أتحدث بهذا الشكل ولكن أقول أنه استلم الحكم ربما لي أكثر من أربع دورات حكومية لم ينجح خلال هذه الدورات مع وجود ميزانيات انفجارية كانت هناك مجموعة من الإشكاليات لحد هذه اللحظة ما زالت معلقة ولم يتم تعريفها أو تحديدها مجزرة سبايكر سقوط الموصل سقوط الأراضي بيد الدواعش اختفاء ميزانيات 2014 اختفاء الميزانيات الانفجارية ما حدث في ما كانت يسمى بصولة القانون يعني على ما اليوم يطلق عليهم بالمقاومين يعني لو أريد أن أعدد الأشياء أعتقد لن ننتهي بالنتيجة لكن مع وجود حالات فساد كثيرة أو مع وجود محابات وحماية لكثير من الشخصيات الذين لديهم ملفات فساد لم يكن تقديمهم إلى القضاء العراقي أو تمت حمايتهم حزبيا المهم أنا أقول اليوم المشروع يتضمن تنضيج الآلية الديمقراطية يتضمن تشكيل كتلة معارضة وكتلة موالات اليوم السيد وائل يتحدث عن أجساد سنية وكردية أعتقد أن هذه المسألة انتهت واضح الاتعاد الوطني لم يدخل في الجلسة الأولى وذهب مع الإطار وبالتالي اليوم لحد هذه اللحظة الحزبين الكرديين مثلا يريدان أن يدخل إلى إختيار رئيس الجمهورية من خلال أكثر من مرشح وهذا دليل على أن اليوم من يتحدث عن الإقصاء هو يريد أن يشوش على الفكر الجمعي لدى المواطن العراقي لا يوجد إقصاء يوجد مشروع مرغوب من قبل المواطنين من قبل طبعا لنتحدث اليوم عن المواطنين بجميع المكونات يعني مشروع التيار الصدري مرغوب في المناطق الغربية أكثر ربما من مناطق الوسطة والجنوب مرغوب في المناطق الكردية أكثر في المناطق الأغلبية الصامتة اليوم أيضا هناك فرح كبير لنجاح هذا المشروع أو للاستمرار بهذا المشروع أنا أقول اليوم من يصر على البقاء على التوافقية هو بالنتيجة يريد أن يبتعد عن كثير من الإشكاليات يريد أن تستمر أزمة الثقة وبالتالي يريد أن يفرض إرادات حزبية أعتقد اليوم هي غير كافية وغير مقبولة وقبولها معناه العودة إلى الإشكاليات التي حدثت في 2016 و2020 والعودة ربما إلى التظاهرات الكبيرة التي حدثت في العراق وبالتالي لا يوجد غير مشروع على التحول إلى حكومة الأغلبية الوطنية ومحاولة دعم وأنجاح هذا المشروع حتى يتم أملية تفكيك أزمة الثقة التي حدثت ما بين المواطنين والقواعد الشعبية ما بين كتل السياسية ما رأيك يا سيد وقل الركابي ألا تعتقد بأن هذا النموذج حان الوقت أن يطبقه العراق بعد سنوات من الفساد واحتكار السلطة ومحاولة تشكيل حكومات توافقية جيد الإطار التنسيق يوم أمس أصدر بيانا ورحب فيه بخطوة الأغلبية الوطنية واحترمها واعتبرها خطوة محترمة وجيدة ومن الممكن أن يعمل عليها الجميع لكن إذا ما أرادت دولة القانون أن تدعم هذه الحكومة حكومة الأغلبية الوطنية وأن تشترك بها يعني لماذا ترفض يعني أنا هذا اللي عندما طلبت السؤال يعني ما حقيقة موضوعة البحث على قضايا كثيرة يعني هذا ما يتحملها جزء واحد يعني لشخص واحد معين يمثل رئاسة وزراء فقط هذه منظومة هو رئيس مجلس وزراء أصلاً ولكنه حكم هذا المنصب يعني شغله لمدة ثم سنوات يعني من 2006 إلى 2014 يعني لو كان فيه سيدة 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 فضيلة سيدة فضيلة سيدة فضيلة اسمحي لي هو حكم ليس حكماً انقلابياً عسكرياً حكم وفق الآليات الديمقراطية انتخابات وحصل على أعلى الأصوات وعلى أعلى المقاعد وبالتالي ضمن العملية الديمقراطية هو استطاع أن يكون ممثل لإرادة شعبية لم نقل العكس انتخبته لدورتين متتاليتين لكن التوافق السياسي ما الذي حققه للعراق لدرجة أن المالكي يسوق نفسه بطريقة بأخرى لأسس الحكومة المقبلة ومن حقه ومن حق أي عراقي مشترك في العملية الانتخابية أن يسوق نفسه لانتخاب لرئاسة وزراء جديدة كما الآن يسوق السيد الكاظمي نفسه لتجديد ولاية ثانية وكما أنه اسم السيد العبادي الذي حكم أيضاً أربع سنوات يسوق على انتخابه لولاية ثانية هذه القضية التسويق ليست بحرمة وليست بجناية عمر موضوع طبيعي في العملية الديمقراطية أما أن نحمل وزر كل الإشكاليات الكثيرة التي وقعت ضمن فترة زمن حكم السيد المالكي هذا إجحاف حقيقة لأن هناك شراكة فيها الكرد وفيها الشيعة وفيها السنة وفيها كل الأطراف الأخرى الذين يشتركون لماذا لم يعمل وزير معين أو محافظ معين كانت له الإدارة المركزية ومن حق أن يصرفه ومن حق أن يستثمر لماذا لم ينمي ويطور المحافظات كل هذه الأمور تحصب في رئيس الوزراء نعم هناك إخفاقات نعم هناك أشياء كثيرة يجب أن يعاد النظر في ترتيبها ونعم أنا مع الأغلبية كنظام حكم صحيح للعمل السياسي لكن عملية الإقصاء والإصرار على عدم دخول هذا الطرف طيب هذا الطرف الآن يريد أن يشترك ومع الأغلبية الوطنية ماذا نقول له وهو حائز على 34 مقعد يعني بمعنى أنني أرمي كل مرشحي هذا الكيان وهذا المكون عرض الحائط وأقولهم أنتم روحوا ما لكم علاقة وكل ما يلصق بذلك القائد أنتم تتحملون وزراء لا هذا ليس عمل حقيقي أعتقد أن نحن مقبلون على مرحلة يجب أن يكون فيها التكاتف والتلاحم هو الأساسي لبناء عملية ديمقراطية حقيقية تحقق حكومة صحيحة برئيس وزراء قوي يستطيع أن يقف أمام الداخل والخارج لكي يبني مؤسسات الدولة بشكل صحيح ما رأيك يا سيد الموسوي خصوصا وأن هناك رغبة حقيقية يعني من كل مكونات الإطار التنسيقي بعدم إقصاء أي طرف منهم لا هو ست فضيلة أولا أنا لا أعلم لماذا يعتبر الآخر بأن الذهاب إلى المعارضة هو أقصاء أو ذهاب إلى المعارضة هو ضرب عرض الحائط لا أنا أعتقد اليوم نحن في المشكلة في العراق لا نمتلك ثقافة المعارضة أنا أعتقد أن ثقافة المعارضة هي أهم من الاشتراك في الحكومة لأن بالنتيجة هي ثقافة تقويمية تراقب البرنامج الحكومي تراقب الأداء من الممكن أن تنضج ومن الممكن أن تساهم مساهمة كبيرة في عملية التفكيكة زمنة التثقاء هذا الخوف دائما من الذهاب إلى المعارضة أو الإصرار على الاشتراك على الحكومة هو ما يخيف المواطن يخيفني أنا بالنتيجة أنت تصر اليوم على الاستمرار في الفشل طيب أنت اشتركت لمدة ثمان سنوات ولا يمكن القياس مثلا السيد الكاظمي والسيد حيدر العبادي بالإشكاليات الكبيرة والتي تحدثنا عنها في فترة السيد المالكي إذن بالنتيجة السيد المالكي أعتقد أخذ الحفظ الأوفر في عملية الإدارة ربما كانت هناك بعض المعوقات بالنتيجة السيد المالكي لم يستطع أن ينجح لا داخليا ولا خارجيا في تنميم البيت الداخلي أو في بناء دولة عراقية قوية وبالتالي أيضا كانت هناك الكثير من الإشكاليات التي حدثت مع المحيط بشكل عام يعني إشكاليات سياسية أدت في محاولة عزلة العراق أنا أعتقد أن هذا الحديث اليوم في ظل تجربة جديدة بالتأكيد ستفضيلة أي تجربة لا بد أن تلاقي تحديات لا بد أن تلاقي اعتراضات لا بد أن تلاقي عملية رفض لكن بالنتيجة أنا أقول كيف من الممكن أن يشترك الجميع إذن من الذي يذهب إلى المعارضة إذا الجميع يصر ويريد أن يشترك لا اليوم لا بد أن تكون هناك ذقافة معارضة ولا بد أن يعترف اليوم هذا ربما جديد بالنسبة للعراق بسبب التقسيم الطائفي منذ الغزو ربما أيضا يكون ربما أيضا يكون ستفضيلة ربما أيضا يكون يعني مرحلة لغفران بعض الخطايا والذنوبة التي حدثت في الفترات السابقة يعني على الأقل في هذا إذا ما استطاع من تحسين العلاقة مع المواطنين مع القواعد الشعبية بشكل جيد وبالتالي أيضا لاحظنا مثلا أو استطاعت هذه الحكومة اليوم من البحث عن الموازنات المفقودة عن الأموال الهائلة التي لم نعرف لحد هذه اللحظة إلى أين ذهبت مع وجود مشاكل كثيرة ربما مثل بطالة وحالات الجوع في بلد يفترض أن لا توجد فيه بطالة لا توجد بسبب ما تلكهم من موارد ومن إرادات اسمح لي فقط سيد موسوي في الدقاءة الأخيرة أتوجه لسيد وأل الركابي بسؤال أنت طرحت قبل قليل فيما يتعلق بثقافة المعارضة العمل السياسي لا يقتصر فقط ديمقراطيا على التحالفات من أجل تشكيل حكومة أغلبية أو إلى ما ذلك هناك عمل تقوم به المعارضة ولا يمكن التقليل من شأنه يا سيد وأل الركابي متى يمكن للطبقة السياسية في العراق تقبل ذلك؟ يعني الآن يبدو بس الإطار الذي سوف يتقبل ذلك أمام الإصرار لكل الأطراف الأخرى وخاصة التيار الصدري على عملية تشضي أو تقسيم أو دخول جزء من الإطار التنسيقي لا البقية أسأل بقية مخيرين يعني هم أم اختاروا لكننا نتحدث عن عملية الفرض على أن تكون وتذهب إلى المعارضة فبالتالي ليس هناك عيباً في المعارضة وليس هناك خللاً في المعارضة في عام 2018 دولة القانون لم تشترك في هذه الحكومة وذهبت إلى المعارضة لكن لكون عدتها قليل ولم تكن مؤثرة في هذه المعارضة نحن نقول المعارضة الحقيقية يجب أن تكون تقويمية ويجب أن تملك أعداد كبيرة حتى تستطيع على الأقل أن تقف أمام مراقبتها وتقويمها تستطيع أن تنجز شيئاً ما على الأرض أما أن يبقى الحديث للمعارضة حديث لفظي وحديث استهلاكي فقط ستفقد قيمتها لا أعتقد أنه تمت شيء وإذا بقي الإصرار من قبل التيار على الإطار أن لا يأتي للحكومة بشكل كلي بالتأكيد سيذهبون للمعارضة أو يذهبون للمقاطعة وهم مؤمنين بها أعذرني سيد وائل ركابي انتهى الوقت الكاتب البحث السياسي أشكرك أيضاً أشكر من بغداد مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف الموسوي شكراً جزيلاً لكم تتابعون أيضاً في الرادار بعد قليل جونسون يتحدى ويرفض الدعوات لاستقالتها على خلفية